شكراً في المواعيد من السامنة بدلاً من الساعة السابعة ودي حقيقة رسالة مبشرة بأنه ربما تكون الأمور أكثر طمأنينة وأكثر أريحية كبيرة خلال الفترة الفاتتة وأنه كان فيه التزام من قبل المواطنين بهذه القرارات التي اتخذتها الدولة. أنا حابب بس أرحب بالزميلة الأستاذة غادة أبو طالب إلا تشاركنا النهاردة في تقديم هذه الحلقة. أهلا بك غادة أهلا بك محمد وأهلا بالسادة المشاهدين في برنامجكم نقطة نظام. أهلا بك. برح كان فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان خلال اجتماعه بعدد من قادة القوات المسلحة وجه بكثير من رسائل طمأنينة للشعب المصري. في أجواء الألأ التي نعيشها بسبب فيروس كورونا المستجد. إيه اللي عاجبك في هذه الرسائل وما هي أبرز هذه الرسائل التي على الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ فعلا كل التحية والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه فعلا بعث رسائل رسائل طمأنينة لكل الشعب المصري. أبرز الرسائل اللي قالها أنه كل الاحتياجات الأساسية متوفرة. كل السلعة الغذائية متوفرة. لنهاية العين. يعني أنه ده معناه أنه ما عندناش أزمة في أي احتياج نقدي أو احتياجي للغذاء أو الأدوات الصحية. طيب. كمان رسالة قوية جدا وتطمئن برضو العمالة الغير منتظمة. وهي صرف 500 جنيه بسرعة صرف 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة. دي في حد ذاتها رسالة طمأنينة أخرى برضو بتقول العمالة الغير منتظمة أن الرئيس ما نساش هذه الفئة ودايما يطمئن الشعب المصري في كل مؤتمراته وفي كل كلماته التي تناولها خلال المؤتمرات السابقة. يمكن أبرز برضو ما نود الإشارة إليه فيما يخص العمالة غير منتظمة النهاردة السيد رئيس الوزراء طلع قرار وقال أن الحكومة بكامل طاقتها من قبل الوزراء سيتم اقتطاع جزء بما يمثل بنسبة 20% من رواتب رئيس الحكومة والوزراء لصالح العمالة غير المتظمة. خلونا في البداية نرحب بضيفنا الأستاذ عدل صلاح خدر المحامي بالنقض أهلا بك السلام مرحبا 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 على غرار كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في جزئية في غاية الأهمية وهي تتعلق بأنه بعض الناس بتستغل الظروف الراهنة في أنه يسارح في البناء على الأراضي الزراعية ويمكن دي يعني إشكالية احنا بنواجهها طول الفتر اللي فاتت أنه يعني حتى من أيام 2011 إلى في أيام اللي اضطرابات وكلام ده كان فيه امتداد وتوسع كبير في البناء على الأراضي الزراعية مرحبا الرئيس وجه بدا وأكد على هذا الكلام إيه السبب أو الدافع اللي خال الرئيس يتكلم في هذا الموضوع هل فعلا فيه رؤى تتعلق بأنه لأ فيه ناس أقبلت على هذا الأمر فخلال الفترة اللي فاتت ولا يهي الموضوع هو بصراحة يعني المحافظة أظهر في هذه الأيام فرض عيد لأن احنا دلوقتي فيه هجوم بالبناء على الأرض الزراعية في ظل الظروف الراهنة وطبعا أنا نمى إلى علمي أن السيد رئيس الوزراء أصدر قرار هو ومأصدرش قرار وجه بتعليمات بأحالة هذه القضايا إلى المحاكمات العسكرية صحي إلا أنه حتى تاريخه وإن كان وزير التنمية المحلية قرر بأحالة هذه القضايا إلى المحاكمات العسكرية ولا وزير التنمية المحلية أصدر قرار بهذا ولا المنط به إصدار القرار اللي هو وزير الزراع أصدر قرار بهذا بأحالة هذه القضايا إلى المحاكمات العسكرية إنما كلها تصريحات ولم تتم ولم تبرمج في ظل قرارات وطبعا المطلوب عشان نحافظ على الرقعة الزراعية ويبقى فيه رد حاسم ورد قوي وفوري لابد من إصدار قرار يأمى من رئيس الجمهورية بقرار بقانون يأمى قرار وزاري من وزير الزراع أو رئيس الوزراء ودول المنط بهم إصدار القرارات بالمحافظة على الرقعة الزراعية يعني حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل القرار لم يتم إصدار القرار ولكنها في البداية وإنها تعليمات والتعليمات صدرت للوحدات المحلية والإدارات الزراعية بإزالة الإزالة الفورية للمباني على الأرض الزراعية اللي هي اللي أنا بابنيها دلوقت نبعد قانون 2019 لأ دلوقتي أنا بتكلم من تاريخ دلوقتي من تاريخ بداية الأزمة اللي إحنا فيها دلوقتي إنما إحنا في مشكلة كبيرة يعني بخصوص هذا القانون بالنسبة لقانون التصالح قانون التصالح فيه لغة كبيرة جدا جدا وما يجي يطبقه على الواقع العملي هيستحيل تطبيقه ليه بقى؟ لأن شرط من شروطه الجوهرية إننا لابد أن يكون الأرض اللي أنا بانيت عليها داخل حيز العمران أو داخل كردون المدينة ولا تتعدل أو داخل لا ما هي داخل الكردون اللي هو حطه القانون 119 طب إذا كنت أنا أصلا باني داخل الكردون اللي هو 119 أو داخل الحيز العمراني طب إيه اللي خليني هابني عشوائي مش هابني عشوائي ولا هابني ولا هتعدل بالبناء يعني حضرتك تقصد يا أفندم إنه فيه شروط للمصالحة على البناء؟ فيه قانون التصالح الوضع لا لن يتم تفعيله كواقع عملي ليه؟ لأنه من الشروط اللي موجودة فيه إن الأرض نفسها تبقى داخل الحيز العمراني الأرض اللي أنا بانيتها وده الكلام ده هيبقى مخالف يعني حتى ما اللجنة تيجي تشتغل وتيجي تطبق الكلام ده عمليا مش هتقدر تطبقه فلابد من تطبيق وعادة النظر في قانون التصالح على الأرض الزراعية أو التصالح بالبناء يعني نحن نوضع تاريخ إن المباني اللي تمت بتاريخ كذا إنه يتم التصالح فيها منذ أصدار القانون لا من تاريخ كذا وحتى تاريخ كذا أو يبقى فيه معيار آخر مثلا بداية الأزمة اللي احنا موجودين فيها يتم التصالح فيها وما تم بعد ذلك منذ إصدار القانون وهو 8 فبراير 2019 ما بعد ذلك لم يتم تقنين على الأراضي أنا أتكلم فيه إيه؟ إن قانون التصالح نفسه قانون مكحف مش هيتم تطبيقه عملي يعني إما تجي اللي جاءة تشتغلوا على الواقع العملي هيلقوا فيه صعوبات كبيرة جدا ليه؟ لأنه هيلقوا على الآن 90% من المباني التي تم بنائها خارج الحياة العمران وبناء عليها هيترفض الطلب يبقى أنا دخلت الإشكال الجديد للحكومة اللي هي أصدار القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية وتم لابد أن يتم بداية عشان نحل المشكلة واللغز القديم ده والكلام اللي حصل لابد أن يتم تعديل قانون التصالح بالبناء على الأراضي الزراعية الفترة اللي فاتت ما قبل 2019 بس دي يعني هو زي القانون يتبني وجهة نظر إنه لازم يكون داخل الحياة العمرانية وهي في الأساس أصلا مفروض أنها خارج نطاق الحياة العمرانية ده هو أنا لو أنا باني داخل الحياة العمرانية الأولى أن أنا أطلع ترخيص أقدم الوحدة المحلية وأجيب ترخيص أو إذا كانت المساحة كبيرة أجيب قرار تأسيم إنما أنا من الشروط الواضحة إن يكون المكان داخل الحياة العمرانية طيب يبقى أنا مجاة أبقاءها عملي يستحيل تطبيقها عملي يبقى أنا كده بظلت القانون وبلاقي فيه قدامي عقبات فلابد أن تزلل هذه العقبات بالتيسير عشان أقدر أفعل فعلا قانون التصالح بالنسبة للإجراءات هذه هي واحدة الواحدة الثانية أنا بصراحة في قانون في المباني عمتا أو في محاضر المخالفات بلاقي المفترض إن أنا بنيت على أرض زراعية لي محضر واحد يا إما المحضر ده وفقا للقانون القديم قبل قانون الزراعة الأخير أنا بلاقي دلوقتي يعني مثلا عندي ناس معمول لها خمس محاضر وست محاضر مبياني على الأرض الزراعية محضر تبوير محضر إيقاف أعمال محضر إيقامة مش عارف إيه خمس محاضر عن واقع واحدة المفروض حتى إن أنا الناس اللي هي بتعمل المحاضر دي المنوط به العمل إنه هو يعمل محضر لأنه المفترض أن القانون 119 تم تفعيله على جميع الأراضي تم تفعيله على جميع الأراضي يبقى المنوط به إنه هو يعمل المحضر مين؟ اللي هو بتاع الواحدة المحلية فقط يبقى أنا كمدير جمعية أقدم شكواي أقول إن فلان فلان يتعدى بالبناء على أرض زراعية والمحضر يشمل جميع المخالفات والمحضر يبقى وفقاً لقانون 119 وليس وفقاً لقانون التعدي بالبناء على الأرض الزراعية لأنه قانون 119 اسمه قانون موحد قانون موحد ليه؟ لأنه خاص بجميع التعدي بالبناء طب أنا مش فهم جزيدي معلش يعني المخالفات دلوقتي عادك بتقول إنه واحد بيجيله أنا بكلم على قبل ما قبل 2019 آه آه يعني كان بيجيله بدل المخالفة 2.3 و 4.5 خمس أضايا على البناء من جهة واحدة من جهة واحدة عن واقع واحدة يعني أنا مدير جامعية أراح عامل إيه؟ أول حاجة بعمل إيه؟ محضر تبوير طب إذا كان جنح التبوير دي لها شروط لابد إنك أنت تعاليني تعمل لي أنظار وتستنى سنة تعمل لي أنظار وفقاً لقرار وزير الزراع وتستنى سنة وبعد كده تحرر المحضر إذا أنا فعلاً ما قمتش بزراعة هذه الأرض طب إيه دخل أنا بعد كده بيعمل محضر ويحيلوا بعد كده للوحدة المحلية والوحدة المحلية تتمدن تعمل لي إيقاف أعمال تعمل لي جنح التنظيم أعمال وإذا بنيت دور تعمل لي لكل دور محضر ده كان في السابق ده في السابق الغط 2019 طبعاً دلوقتي ولذلك مكتز المحاكم بإيه؟ بإن الواقع واحدة وعليها خمس أضايا الواقع واحدة المخالفة واحدة وعليها خمس أضايا المخالفة واحدة وعليها عشبايا كان مش بموجة بالقانون للقضية دي تسقط تسقط ليه داي هو منوع هو هنا منوع وحتى أنا أما أجأ قدام القاضي وأقول بأدفع بعدها مجاوز نظر الدعوة لصابقة الفصل فيها أقول لي لا أستاذ أنا عندي كده ووصف هنا كذا وهنا كده ووصف هنا كذا يبقى أنت القضية ما فيش اتحاد في السبب يبقى إيه الحل بقى؟ الحل إن بتنظر القضية دي وحدها وبتنظر القضية دي وحدها واتفاجأ أنا كراجل بسيط بني بيت استدنت من طوب الأرض علي حوالي 200 ألف جنيه غرامة يعني في ناس وصل الغرامات بتاعتهم إلى 200 ألف أكتر مقومة الأرض أكتر من كمت وسجني برضو يا فانت ومش كده وبس ده في ناس يتزلهم المكان وعليهم الغرامات اللي هي يعني من ضمن الغرامات اللي هي الغرامة الفورية اللي هي واحد في المية واحد في المية دي بتفضل بتفضل واحد في المية كده متزمة يعني أنا خدت براءة في كل الأضايا إلا الواحد في المية الواحد في المية دي تفضل تعيد تعيد طبعا أنا خدت براءة في كل الأضايا على قطعة الأرض على قطعة الأرض على المبنى وعلى المساحة على المبنى اللي أنا بنيته طيب يا فاندم اللي باني عمارة زي وزي اللي باني بيت عادي لأنا بتكلم ده كله في قانون الخلط ما بين قانون البناء على الأرض الزراعية وقانون الزراع يعني أنا كلام ده كله بكلم عن الريف إنما ما نجي نتكلم بقى في المدن المدن إحنا دلوقتي بنا نطبق على قانون 119 فقط بنا نجد على قانون الزراع بيبقى عندنا هنا قانون 119 ولكن برضو بيبقى فيه هنا تعصف إن المهندس نفسه بيروح مقدر الأعمال بمبلغ وزافي يعني معنا أنا دلوقتي عملت أربع أمدال تمام؟ بيعمل لي محضر إن أنا أنشأت أعمالة الدور الأول تمام؟ الأربع أمدال روح كاتب لي مئة ألف القاضي بدل ما يودها خبير بيروح مدي غرامة مثلاكم تلأعمال مئتين ألف أدي غرامة بيجي بعد كده للسقف يعمل لي محضر بيجي بعد كده للأمدال اللي بعده يعمل لي محضر يفادي الأمدال توقيع الغرامة مش فيه الأول السلامة المنشأة؟ السلامة المنشأة إيه؟ لا يعني الخبير ده مش الأول بيطلع بلجنة فنية تقيم المنشأة دي صلحة للاستعمال ولا لا؟ بعدين نبقى نوقع الغرامة؟ لا ما بيحصلش الكلام ده هو خلاص هو أعمل المحضر وأحيل المحضر للنيابة والنيابة قدمته للمحاكمة والقاضي حكم طبعا القاضي بيحكم حسب العقيدة التي تكونت لديه ممكن يقضي بمثله قومة الأعمال ويبقى كده ظلم مين؟ ظلم المواطن ليه؟ لأنه ممكن يكون المبلغ ده جزافي وممكن حلها أن يبقى فيه واحدة للمحضر أنا بنيت اعمل لي محضر بس من المختص؟ المختص جاء واحدة اللي هي الواحدة المحلية يبقى في الحالة دي هيبقى فيه هي اللي تقدر آه هي اللي تقدر ثانيا إذا قضت المحكمة ببراءة انقضاء جميع القضايا المفترض أن القضايا القضية الخاصة بالواحد في المية دي يتم إلغاءها يعني النيابة يكون لها دور في إيقاف هذه العقوبة مش معقول أنا أخذت براءة من خمس قضايا تمام؟ عن ذات المبنى ولاقى علي 200 ألف جنيه غرامة طبعا يا نيابة مش بتنفذ القانون يا سعدة ما بتنفذ القانون بس يبقى أنا بكلم في أن المفترض في إزاي أن نحن نحل هذه المشاكل لابد من التعديل لإيجاد حلول مش التعديل للتعقيد تمام التعديل لإيجاد حلول طبعا أنا دلوقتي كرئيس وزراء أصدرت قرار أن أنا أحيل الناس دي للمحاكمات العجلة قدام المحكمة العسكرية تمام؟ طب الناس اللي هي عندها خمس فددين إزاي أنا بديهم؟ ترخيص وده من آلية القوم أنا راجل عندي خمس فددين بقدم طلب للجامعة الزراعية بقول لها أنا عايزة ابني بتديني باخد تصريح يعني بجيب الموافقة من وزير الزراعة وبعد كده بروح الواحدة المحلية باخد تصريح بإقامة 100 متر أو 200 متر حسب المساحة بتاعتها حاليا إلى الآن طب الراجل البسيط ده إيه حلوه؟ اللي هو أنا راجل طالما عندي خمس فددين يبقى أنا راجل قاعد في بيت هابني بيت تاني في قلب الخمس فددين بموجب أن أنا معي حيازة يبقى في الحالة دي لازم تحللي يعني مش إصدار قرارات فورية 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 آه إحنا في ظروف استثنائية ولا بد أن يكون هناك رضع ولكن إحنا معنا أبو الرحيم اللي هو مين؟ اللي هو رئيس الجمهورية